بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة على هذا السؤال تتعلق بالوقوف عند حقيقة عيسى عليه السلام وعند حقيقة المهمة التي أوكلت إليه قبل رفعه إلى السماء والتي تتشابه من حيث الجوهر مع المهمة التي ستوكل إليه بعد عودته فلا يمكننا أن نعلم سبب عودة عيسى عليه السلام هو بالذات دون غيره إلا بمعرفة كينونته وحقيقة مهمته قلنا سابقا عيسى عليه السلام هو نفقة روحية في المادية التي انصبغ بها بني إسرائيل وأرسله الله تعالى لتقويم مسار بني إسرائيل ولتصحيح مفتروه على منهج الله تعالى ولذلك حاربوه وحاولوا قتله كما هو معلوم وبالنظر إلى سيرة عيسى عليه السلام نرى أن المعجزات تحيط به من ولادته دون أب إلى امتلاء نفسه بالروح إلى إحيائه للموتى بإذن الله تعالى إلى رفعه إلى السماء كل ذلك يؤكد خصوصيته كفرد ويؤكد لنا أن محور الرسالة التي أكلت إليه تتعلق في شخصه كشخص أرسله الله تعالى كنفقة روحية في بني إسرائيل بهدف تصحيح ما قاموا بافترائه على الله تعالى وفي النص التالي من القرآن تصوير لبعض ما قاله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قبل رفعه إلى السماء يقول تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم إذن محور الرسالة التي حملها عيسى عليه السلام تكمن في ذاته هو كشخص مليء بالروح أي في ذاته كشخص مليء بالصلة والمدد والقربى من الله تعالى فكما بينا سابقا كل ما ينطق به عيسى عليه السلام هو إنجيل وهو مؤيد دائما من الله تعالى بروح القدس العبرة في الأمر أن الروح الذي ينتمي لعالم الأمر كما بينا سابقا والحامل للمنهج الذي يريده الله تعالى هذا الروح وضعه الله تعالى في نفس عيسى عليه السلام وعلى الرغم من تأكيد عيسى عليه السلام أنه عبد لله تعالى وأن ربه هو الله تعالى كما أن الله تعالى رب غيره من البشر على الرغم من ذلك تمت المغالاة فيه بأنه أعلى من المخلوقات مثل القول بأنه ابن الله تعالى أو أنه هو الله تعالى أو أنه هو ثالث ثلاثة وما نراه في القرآن أنه قال عبارات تؤكد نفيه لكل ذلك قال هذه العبارات ثلاثة مرات ففي المهد عندما برأ أمه قال وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وقال ذلك قبل رفعه إلى السماء قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وسيقول ذلك بعد عودته وبتأكيد بكلمة هو حيث تم الإفتراء عليه ما بين رفعه وعودته سيقول إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ومن أسباب عودته أن الإفتراء بأن إنسانا هو الله تعالى أو هو ابن لله تعالى أو هو ثالث ثلاثة هذا الإفتراء هو أمر عظيم ولابد من تصحيحه في الحياة الدنيا هذا من أسباب عودته فضلا عن كونه عليه السلام مصححا ومفندا لما افتراه البشر على منهج الله تعالى فبعودته سيكون مفندا لما افتراه البشر على منهج الله تعالى من قبل أتباع الرسالات الثلاثة من قبل أتباع الرسالات الثلاثة فما يخص المسلمين سيكون مصححا لما تم تلفيقه من روايات على الرسول محمد عليه السلام بحيث تم رفع هذه الروايات إلى مستوى القرآن وأحيانا يزعم أن بعضها ينسق بعض آيات القرآن ففي عودته سيبين كل ذلك بالنسبة للرسالة التي كلف الله تعالى بها الرسول محمدا فإن محورها وأساسها هو القرآن والقرآن روح من الله تعالى يقول تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحِيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ما أود قوله الروح وضعه الله تعالى في نفس عيسى بحيث امتلأت نفسه روحا وهذا الروح نزله الله تعالى في كتاب اسمه القرآن وتكفل الله تعالى بحفظ القرآن من أي تحريف يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نص القرآن رسما وقراءة هو نص محفوظ من قبل الله تعالى وهو من صياغة الله تعالى المباشرة كما بينا في حلقة سابقة وهذا النص هو روح من الله تعالى لذلك في الرسالة الخاتمة التحريف لا يطال النص ولا يطال أسس شعائر العبادات التحريف في الرسالة الخاتمة ساحته افتراء الروايات على الرسول محمد عليه السلام بما يخالف صريح القرآن وافتراء تفاسير تتناقض مع قواعد اللسان الذي به تم صياغة نصوص القرآن من عند الله تعالى وهنا ندرك أهمية عودة المسيح عليه السلام كمصحح لما تم ترفيقه في الرسالات السماوية الثلاثة إذن بعودة المسيح عليه السلام سيلتقي الروح الذي ملأ الله تعالى به نفس عيسى عليه السلام بالروح الذي نزله الله تعالى في كتاب اسمه القرآن ليحكم عيسى عليه السلام بالقرآن نعم عيسى عليه السلام سيحكم بالقرآن في عودته وأكبر دليل على ذلك هو أن الله تعالى علمه أربعة أمور هي الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل يقول تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وتعليم الله تعالى لعيسى هذه الأمور الأربعة نراه أيضا في تبشير الملائكة لمريم عليه السلام قبل ولادة عيسى يقول تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل التوراة معلومة والإنجيل معلوم وعطفهما على الكتاب والحكمة يدل على أن الكتاب هنا هو منهج القرآن وأن الحكمة هي الاستنباط الباطن من نصوص القرآن وجاءت هنا كلمة الكتاب دون كلمة القرآن لأن كلمة القرآن هي اسم ذات وتعني المنهج والمعجزة ومعجزة القرآن لا يحيط بها مخلوق ولا يستطيع مخلوق أن يتعلمها بينما كلمة الكتاب هي اسم صفة للقرآن وتعني المنهج المحمول بالقرآن من هنا جاءت كلمة الكتاب دون كلمة القرآن إذن نقول عيسى عليه السلام يعلم منذ ولادته منهج القرآن الذي هو الكتاب ويعلم منهج الاستنباط الباطن منه ويعلم التوراة ويعلم الإنجيل فهو منذ ولادته مهيئ لتصحيح ما يفتريه البشر على منهج الله تعالى في الرسالات السماوية الثلاثة هذا هو السبب الأهم من عودته هو عليه السلام دون غيره من الرسل عليهم السلام أجمع اشتركوا في القناة